السلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه؟ وحشني جدا من الفيديو اللي فات النهاردة عندي ليكم اربع افكار جميلة جدا للديكور في البيت من جيوب البناطيل الجنس وكمان نقدر نستفيد منها بشكل عملي لو انت حابة تعرفي الافكار دي اشتركي في القناة علشان يوصلك جديد الفيديوهات ولو انت متابعيني اهلا بيكي ولايك وشل الفيديو علشان صحابك يستفيدوا زيك تعال نشوف مع بعض ايه هي الافكار لو احنا مثلا عندنا على مكتب الاطفال فيه برواز من اللي هو بيتحط على المكتب قديم ممكن ندهنه ونلزع عليه جبين او ثلاثة من الجيوب الجنس ونستخدمه كمقلامة او شيالة نحط فيها الدبابيس او الالام او الورق الصغير او حتى نحط فيها المساطر والمقصات هتبقى فكرة حلوة قوية على مكتب الاطفال وشكلها كمان ديكور جميل الحاجة التانية ان انت ممكن تقصي الجزء بتاع الجيب وتعمليه شيالة للحاجات السخنة في المطبخ يعني هيبقى على شكل فوطة بس شكلها شيك شوي الحاجة التالتة ان انت ممكن تخيطيها في الجناب بتاعة مفرش الصفرة لو انت عنديك مفرش الصفرة وماش ممكن تخيطي فيها الجيوب الجنس تبقى زي حامل للشوك والمعالق والسككين وكمان المناديل بتاعة الصفرة الحاجة الرابعة والاخيرة هي ان انت تجيبي ست جيوب من جيوب البناطيل الجنس وتقدري تخيطيهم مع بعض بشريط ايا كان الشريط ممكن يكون شريط ستان او شريط قماش وتخيطيهم مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده ونعلقها في الحمام نحط فيها الفرش نحط فيها الكريمات الشامبوهات وممكن كمان لو انت عندك بناطيل كبيرة الجيوب بتاعتها كبيرة تقدري تعملي نفس الفكرة دي بس نحط فيها الجزم والشباشي هتبقى على شكل جزامة دول الاربع افكار اللي انا ممكن اقدمه لكم النهاردة وطبعا فيه افكار تانية كتيرة ان شاء الله هاجبها لكم ولو عجبكم الفيديو لايك وشير لصحابكم وعبلكم ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته